في إطار التوعية والتثقيف الصحي بشأن مخطر مرض السرطان وكيفية التعامل معه نظم مكتب تنمية الموارد البشرية ببلدية أبو سليم صباح الأحد اليوم العالمي التوعوي عن مرض السرطان تحت شعار معا لننتصر على السرطان مرض السرطان زاد العدد وانتشر في الفترة الأخيرة داخل بلادنا ومما أدى إلى بلدية أبو سليم إلى أعطاء بعض النصايح والتوجه إلى أعطاء نصايح للمواطنين من أجل التفادي ومن أجل حتى توعيتهم تنظيم الملتقى جاء بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بمركز التدريب ببلدية أبو سليم وتضمن البرنامج المعد لليوم العلمي إلقاء محاضرة علمية من قبل الدكتور حسن شيخ الركب استشاري أورام بالمملكة المتحدة كما تضمن برنامج التعريف بمرض السرطان المخاطرة والأسباب والنصائح نتحدث على أخطر مشكلة تواجه الليبيين الآن وهي في تفاقم وهو السرطان فاليوم إن شاء الله سنتحدث عليه السرطان عفانا الله وإياكم بأسلوب مبسط وسلس ونشرح للناس شين الخطورة منا وشين العوامل الخطر وكيف نتفادح الآفة هذه ونوجه لهم نصائح في نهاية المحاضرة ونجاوب إن شاء الله رب يعيننا ونجاوب عليه قدر أكبر من الأسئلة اليوم بإذن الله وتضمن أيضا إلقاء محاضرات من عدد من الاستشارين المشاركين باليوم العالمي لمرض السرطان وشهد الملتقى مشاركة العاملين بالمرافق الصحية التابعين لإدارة الخدمات الصحية أبو سليم والأطباء المهتمين وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي ملف الصحة بالبلدية كما فتح باب النقاش والحوار بين الحضور لتبادل المعلومات واستضاح ما ورد في المحاضرات والورقات البحثية التي عرضت ويأمل القائمون على هذا الملتقى أن يقدم الملتقى الفائدة للعناصر الطبية المشاركة في التعامل مع مرض السرطان بجميع أنواعه نناشط طبعاً كل الجهات الأمنية والضبطية على كل المحلات التي عندها البضايع هذه وزي المموية وزي الحاجات التي متوردة أمام المحلات والمقابلة كلها للشمس معرضة ولفاها عملية الصلاحية المنتهية نناشط طبعاً كل الجهات الضبطية والرقابة اللغدية أنها تقوم بيواجبها داخل ليبيا عامة وخاصة داخل بلدية مسليم أنها تتوجه لكل المحلات وترد بالها طبعاً على أطفالنا هذا من الحاجات التي تكلم عليهم الدكتور من ناحية المراض الأورام ترجمة نانسي قنقر